يوم أعلنوا عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وطبعاً عندنا مباراتين راح تكون في هذا الشهر أول مباراة راح تكون مع أستراليا في سيدني في تاريخ الحادي عشر من نوفمبر وعندنا المبارات الثانية راح تكون مباراتنا مع فييتنام في فييتنام إذن مباراتين في هذه الجولة كلها خارج أرضنا المبارات الثانية راح تكون يوم الثلاثاء السادس عشر من نوفمبر طبعاً لو نشوف ترتيب المجموعة عشان نعرف خطورة الست نقاط اللي عنا محتاجينها الآن السعودية في الصدارة باثناشر رقطة لو استطاعت أن تفوز على أستراليا أو تتعادل معها في أستراليا فبالتالي راح تضعف حظوظ أستراليا هذه واحد اثنين مباراتنا مع فييتنام هو متذيل المجموعة يفترض أن المنتخب يقدر يفوز فبالتالي يرجع من هالرحلة بأربع نقاط على الأقل وإحنا نتمناها ست نقاط إذا أربع نقاط راح نوصل للنقطة رقم 16 وإذا ست نقاط الله الله تصير 18 نقطة وبالتالي المنتخب الأخضر يكون اقترب يعني تصير بس محتاجين الجولة اللي بعدها يمكن أمور تكون أكثر وضوحاً في عملية تأهل المنتخب السعودي إلى نهايات كأس العالم ترجمة نانسي قنقر